اشتركوا في القناة تناول مع رئيس الجمهورية مختلف أوجه التآون المشترك بين إريتريا والشاد والنظر إلى بعض القضايا الاقتصادية والسياسية والملفات الراحنة الآلقة في دول الإقليم لأسيما الوضع في دول الساحل والصهراء بهدف التنمية والتقدم جيت لنجمينا حامل رسالة من فخامة الرئيس السياسة فوركي واتناولت بموضوع علاقات الصناعية وعلاقات شاد وإريتريا في أوضاع الراهنة في المنطقة والأحوال السياسية الموجودة في العالم حيكون اللقاء مستمر من حين إلى آخر وعلاقة الصناعية يعني إريتريا معجاد كان علاقة علاقة وطيدة وحتستمر في هذه العلاقات نحن عندنا علاقات مع بلدان في أوروبا في شرق الأوسط في أفريقيا هذا وقد قام الوزير الإريتري في وقت سابق بجولة في عدد من الدول الأفريقية بينها جمهورية مصر العربية هذا وحضر المقابلة وزير الشؤون الخارجية وعدد من مؤامن فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة الآمة والمكتب المدني بناء القدرات المؤسسي من أجل نموين اقتصادي شامل ومستدام ذلك هو الموضوع الذي اختر من قبل المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي ليكون محورا لهذه الدورة العادية الثانية حيث ترأس افتتاح هذه الدورة رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير بحضور ممثل رئيس الجمعية الوطنية وعدد من كبار الشخصيات رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي أبد الرحمن مختار محمد وأثناء الكلمة الافتتاحية له لأعمال هذه الدورة أفصح بأن هذه الدورة الثانية العادية للمجلس تأتي في وقت اتخذت فيه الحكومة إجراءات إصلاحية شاملة لكي تكون البلاد مزدهرة وقادرة على مواجهة التنافس الدولي والإقليمي ذلك عبر تحقيق أرقام إيجابية على مستوى الناتج القومي ومعدلات التنمية وأرضف السيد مختار بأن هذا الموضوع الذي اختير من قبل المجلس ليكون محورا لهذه الدورة جاء نتيجة لأن المؤسسات الاقتصادية لكل بلد ما تشكل أساسا للنمو الاقتصادي الشامل والمستديم وأن تلك المؤسسات هي بمثابة الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها الفاعلون الاقتصاديون من أجل النحوط ببلدانهم عبر عضافة أرقام إيجابية على مستوى الناتج المحلي وجدد مختار تأكيده بأن المؤسسات الاقتصادية تلعب دورا محوريا في استثمار الكفاءات البشرية وتنظيم الانتاج القومي بحيث يمكن من خلاله تحقيق مشروع الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة هذا وسيخرج المجلس بعد حوالي أسبوعين من افتتاع هذه الدورة العادية الثانية بنتائجا وتوصيات يمكن من خلالها تحقيق رقم أفضل في معدل النمو الاقتصادي للدولة خلال الثلثة الأخيرة المتبقي من هذا العام تعتبر الأدالة قائدة اجتماعية أساسية لاستمرار حياة البشر بعضهم البعض وعلى هذا الأساس جاء حز الاجتماع الذي ضم قبراء وقضاط لمناقشة السياسات القضائية والعدلية في كات هذا وقد تحدث منسغ مشروع دعم الأدالة في كات عيسى توم والذي أوضح بأن المشروع يحدث إلى تعزيز دور القضاء ووضع الأمور في مواضيعها الصحيحة لمساواة الأفراد وترسيق قيم الأدل ودعم أركان القانون الذي يضمن العمن والعمال لجميع فعات المجتمع بدوره منذوب الاتحاد الأوروبي في كات شكر الحكومة الكادية على تعاونها القائم بين الاتحاد الأوروبي وأكد بأن القطاع الذي يعتبر ذات أهمية لكل بشر فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمشروع تحسين القضاء والعدالة في كات وزير العدل المكلب بحقوق الإنسان البروفيسير أحمن محمد هسن أثنى بدوره على مشروع دعم الأدالة في كات والذي يحدث إلى بناء جسور من التعاون والثقة والمزداقية وأضاف بأن هذه العمال ترتكز على التعامل مع جميع المواقف وتطورات في ظل الالتزام بالمبادئ والعسوس القانونية لمساواة المجتمع القبرة يعضو نحارم دا كل يحددوها وبعد ما حددوها دا تكون نقدموه للحكومة ويكون برنامج السياسة التحادية لمجال الخداء دا أهم حاجة ممكن نقدمها لألم الصاند وأي برنامج يساعد عند القيار عشان يساعدنا ويساعد دا عشان بقلينا للحكومة التحادية تركز وحسب دا بعد توجيحات من الرئيسة الجمهورية إدريس دا بيتنو عندنا بتوجيحات معينة لمجال الخداء يكون قيار للخداء والخداء يكون أسس للعمن والتعايش والسلم وما بين الأفراد التحادية يذكر بأن العدالة تعد من الضروريات الحامة في المجتمع وعيطاء كل زحاق حقه